حول هذا المنضوع ينضم إلينا المحلل السياسي من أربيل محمد الغيسي مرحبا بك أستاذ محمد إذن أستاذ محمد كما سمعت المرشد العلى للثورة الإسلامية قال استهدفنا إيران وقد تلقت صفعة بعشرين صاروخ السؤال هو هل ينبغي للعراق أن يتلقى الصفعات على أرضه سواء من إيران مرة ومن أمريكا مرة أخرى ماذا عن سيادته؟ نعم شكرا جزيلا على الاستضافة تحياتي لكما ولمشاهدي قناتكم الكرام الحقيقة نحن موقف حرج جدا جوبهت به الحكومة العراقية على أثر الضربات التي وجهتها طهران يوم أمس موقف زاد الجانب التعقيد الحرج لدى الحكومة العراقية والذي عكس الأمر وضاعف من إحراج الحكومة هو تباين مواقف كل الرئاسات الثلاث يعني لو شاهدنا برؤية موضوعية لو شاهدنا برؤية موضوعية يعني موقف سيد رئيس الجمهورية كان موقف دبلوماسي أكثر من كونه موقف سياسي يترتب عليه تجاه حازم باتخاذ موقف كرئيس الجمهورية بينما كان موقف سيد رئيس الوزراء يعني واضح يعني يقول بأن هناك إبلاغ شفاهي رسمي من جانب طهران قبل إبداع الضربة إذن نوعا ما موقف يميل إلا أن الضربة كانت بألم رسمي وبالتالي هي لا تعني في جزء كبير من اختراق الاستعادة في حين موقف سيد رئيس مجلس النواب كان أيضا واضحا بالتنديد في هذه الضربة إذن هناك موقف متناقضة في بلد يحظى بنظام برلماني أحد أهم أساس النظام هي التعاومة من السلطات وضرورة أن يكون هناك موقف واحد الموقف السياسي العراقي كان متناقض يعني توزع ما بين ثلاث جهات متباينة في بينهم الأمر الذي زاد من أخراج الحكومة العراقية حراجة حقيقة هذا على مستوى السيادة وحتى نكون موضوعين أكثر ينبغي أن تكون قراءتنا أيضا موضوعية للرد الإيراني الرد الإيراني حقيقة على عمية البرق الأزرق يوم أمس كان تكتيكي يعني يتضمن هامش مناورة إيرانية أكثر من كونه رد استراتيجي حازم أو هادف أو مادي أو مؤثر حقيقة إيران يبدو أنها أريد للرد الفعل الإيراني أريد للضربة الإيرانية أن تكون بهذا الاتجاه الخجول يعني ضربة خجولة مع تضخيم علامي داخل الداخل الإيراني يوحي للشعب الإيراني تقول أريد لها أن تبدو هكذا الضربة ضائفة يوحي بحفظ مع الوجه إلى حد كبير للشعب الإيراني ويوحي بأنه تم أخذ ثار نعم إذا كنت تسمعني سيد محمد سألتك أنت تقول أن الضربة الإيرانية أريد لها أن تبدو هذا على المستوى الداخلي على المستوى الخارجي أرادت طهران من استدافها لقاعدة عين أسد تحديدا بالإضافة لقاعدة حرير أو القواعد المتحدثة في أربيل أرادت أن توحي لأمريكا بأن معنويا أنها استهدفت أكبر قاعدة تتمركز بها القطاعات الأمريكية هناك بينما أنا باعتقاد المتواضع أستطيع أن أقول بشكل موضوعي أن طهران أرادت أن تكون الضربة بهذا الحجم الخجول لأنها تدرك تماما بأن أي رد قاسي يتسبب عنه مقتل جنود أمريكان أو إصابة شركات أو مشابهة أمريكية ملحة تدرك طهران تماما أن الرد الأمريكي في هذه المرة سيكون لأهداف استراتيجية في عمق إيران ذاته حقيقة وبالتالي اندلاع شررة حرب مؤكدة لو أقدمت على الفعل إذن هناك استدراك إيراني مسبق دفع بهم إلى هذه الضربة الخجولة على أمل من طهران أن يتنبع ذلك نوع من انفراز في العلاقات المتعزمة ما بين الطرفين وبالتالي الدخول إلى جانب تفاوضي يسمح لطهران حصول على هامش من المكاسب التي توقعها لأنه أعتدنا على السياسة الإيرانية أن تكون سياسة بصراحة بروية موضوعية سياسة داهية في جانب المفاوضات والعمية السياسية أكثر من كونها عسكريا لأن القادة هناك يدركون تماما في طهران أن أي تهور استراتيجي في مجابة ويئة المتحدة الأمريكية سيقود بالنتيجة إلى خسائر عسكرية كبيرة لطهران قياسا بواشنطن والقدرات العسكرية والتكنولوجيا العالمية التي تنتلكها واشنطن إذن هنا نستطيع أيضا أن نستشهد طبقا لرؤية طهران في الساعي المناورة السياسية لكسبتها السياسية نستطيع أن نستشهد بمقولة قائد الجيش الأمريكي الخامس حسنا نعم سيد محمد نفهم من هذا الكلام نعم كنت تسمعني عذرا عن المقاطعة سيد محمد من هذا الكلام نفهم هل يمكن للعراق أن يقدم ورقة احتجاج أمام الأمم المتحدة على غرار ما فعل حينما هجم من قبل أمريكا بعد اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس هل يمكن للعراق فعل ذلك؟ بالتأكيد ينبغي أن تكون السياسة الخارجية أو استراتيجية سياسة الخارجية العراق استراتيجية ذات خط ثابت وواضح حتى لا تنتقد أو يعاب عليها أنها ازدواجية المعايير أو تسعى بنوع من الازدواجية في التعمل السور الخارجي ينبغي أن يسود إدراك لدى الحكومة العراقية بأن تتصرف أو تتحرك ضمن نطاق الحركة البراغماتية بمعنى أن يتم التركيز على الصالح العراقي وعلى المصلحة العراقية وعلى الأمن القوم العراقي وأن تتبع إجراءات مماثلة تلك إجراءات التي تتبعتها عندما قامت واشنطن بعمية البرق الأزرق حقيقة لأنه بروية موضوعية كل الطرفانهم خرقا السيادة العراقية بشكل واضح وصريح وأحرجا الحكومة العراقية بشكل أيضا واضح وصريح ضمن هذا التوجه نحن أستاذ محمد على أعتاب دعوة لجمعة مليونية من قبل المتظاهرين برأيك الأوضاع الراهنة حاليا كيف ستؤثر على مستوى سير العملية الاحتجاجية هل مطالب المتظاهرين بتجنيب العراق ويلات الحرب ما بين دولتين أحدهما جارة والأخرى حليف قولي الولايات المتحدة هل سوف تأخذ صدى برأيك؟ نعم هذا الأسبوع هناك نوع من تحجيم لتطلعات المتظاهرين لأنه خلق أزمة مهمة ومؤثرة قد يشغل عنظار عن الأزمة الحالية والقائمة وهي أزمة المتظاهرين بالضد من فساد الطبقة السياسية والسلطة السياسية كان هناك نوع من التموية في محاولة مناورة تكتيكية للتغطية على المتظاهرين أو مطالب المشروع لكن أنا أعتقد أن الشباب هناك مصرون بشكل عميق على المضي قدما باتجاه تحقيق كل أهدافهم وباتجاه خلق ضغط شعبي يؤثر بدرجة كريبة على القرار السياسي ويعيد تشكيل مدركات القرار السياسي على أساس براكماتي ينظر إلى المصلحة العراقية البحتة دون الاكتراث كثيرا لا بطهران ولا بواشنطن ينبغي أن يكون جل الاكتراث والاهتمام منصب على البغداد وبروز دور بغداد كعاصمة عراقية تحظى إن شاء الله بإذن الرحمن بسيادة مطلقة على نفوذها البري والجوي والبحري وبالتالي تركز فقط على الأمن القومي العراقي والمصلحة القومية العراقية وممكن بذات وقت أن تلعب بغداد دورا حقيقة مهما في هذا الصراع دور إيجابي يعمل على إعادة مكانات بغداد ما بين الطرفين على أن يكون ذلك ضمن إعادة استدراك للقادة السياسيين باتجاه موقف ثابت جل أساس تركيزه هو العراق 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 لا غير لا النفوذ العاق وهو ما يأمله الجميع رغم أن المناء البعيد عن هكذا مطلب المحلل السياسي كنت معنا من أربيل سيد محمد القيسي شكرا جزيلا لك